مع انطلاق موسم سياحة الصحراوية يعود الحديث عن عزوفية سياح أجانب كانوا المحليين عن زيارة بعض المناطق التي تحتوي على مناظر طبيعية خلابة كما هو الحال في ولاية تمنمص تفاصيل هذا الموضوع مع أحمد محمودي تمن راست عاصمة الأهغار التي تأخذك لتكتشف أسرار الطبيعة أين تحس بذاتك وتندهش بإعجاز الخالق ولاية فيها من المؤهلات الطبيعية ما يكفي لجعل الجزائريين يحجون إليها للسياحة لكن الواقع عكس ذلك والسبب واحد موسيقى من 9637 سائح أجنبي توفدوا على تمناصد سنة 2007 إلى لم يزر المنطقة سوى 78 سائحاً هذه السنة تراجع مخيف حتمته معطيات سلبية ومخاوف أمنية لما يحدث في دول الجوار بالنسبة للسياحة في الريسبتيف كانوا الفيدل ومثلين يتعدون على صابع ومثلين يتعدون على المنطقة ومثلين يتعدون على المنطقة ولكنهم يتعدون على البلد ولاية تمنرست وبلواحاتها الفنية الطبيعية تبقى فاتحة أذرعها لاستقبال كل من يريد التمتع بها في انتظار وضع استراتيجية سياحية فعالة تجعل من هذه الولاية قطباً سياحياً يدر على البلاد بموارد مالية تنقص من التباعية الحادة لقطاع المحروقات ترجمة نانسي قنقر